السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نذهب إلى المسترات لبيع أو شراء سيارة مستعملة. سوف ترى هذا الفيديو سوف تكون عارف جميع المعلومات التي تريد أن تبيع أو تشتري الطنوبيل من الأول إلى الأخر. سوف ترى الطنوبيل أو تعجبك أول شيء نبدأ بها. سوف تكون من بعد التفاهم الثاني. سوف نذهب إلى مركز الفحص التقني. مركز الفحص التقني لتحويل هذه السيارة. في حالة كل هذه الطنوبيل لا تتعجب بالتعويل العام، فلأنك في اللحظة يمكن للتعويل أخرى للتعويل. التعويل المستعملة المستعملة التي يقلب الطنوبيل. فهو مجبر على أن يقول أي شيء يجب ان يضربها أو تعاويدها أو حاجة هذا الفيديو القرآن. سوف تقولوا بك. سوف تحتاج الانتاع الرأي أو الاختيار، تكتفع أو أن ترفض تكميلة دين البيع أو شراء ذلك الطنوبيل. مثلاً كنت تفعيل شيء ما يستطيع تشغيلها من الطنوبيل أو لا تضربه في بلاسة خيبة لما تضربها فأنت هنا يبقى الحق على أنك تحبس لا تكمل شيء لطنوبيل ومو الطنوبيل هو الذي يخلص نفس الميوتاتي أما إذا كنت تتفع الطنوبيل ووفقته وإذا كنت تزال في المرحلة الثانية الثانية تقريباً 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 شيء 350 درهم من المراكمة كيف نتكاتبه كيف ندوزه عمليات البيع والشراء هناك حالات الحالة الأولى إذا كنت تشتري الطنوبيل من عند شركة طنوبيل في اسمية شركة وليس في اسمية شركة فهذا السيد الممثل للشركة يجب أن يجب معه واحد الوثائق ماذا هم هذه الوثائق؟ يجب أن يجب معه كوبي كوبي دي الارسي وفوتوكوبي دي الكارت هذه هي مرة أخرى إذا كان الطنوبيل في الكارت غريس باري يجب أن يجب معه كوبي دي الارسي رفع الرهن دي الكارت مزيان فهذه الحالات ممكن لديكم جوجة الحالات إما تمشي وتدروا دوسيا هذه دوسيا الرماضي اللي كانت تخدموا به ليس حالة هذه وتمشي وتخدموا به وتدفعوا في سرفيس ديمين لا يوجد شيء مشكل أو تدفعوا من الطريق دي السيد دي النارسة دخل النارسة دخل السرفيس وتعمروا ذلك الفورموليار دي البيع أو دي الشراء وتعمروا إما بالوكالة يا إما ماشي بالوكالة ودفعوا الدوسي لبريد كارش مزيان ندروا ده تشري واحد طنوبيل ما عنده واحد سيد ما عنده تشي علاقة بالشركة طنوبيل ما ننكله كتمشيوا وكتمشيوا إما السيبر أصلا هما تكونوا الضابطين هما تغلطوش المعلومات أو ليلة كنت متمكن كتدخل السيد دي النارسة وكتدخل بطي كتدخل ثم المعلومات اللي فيها وكتمشي تتعامل المعلومات وكتمشي 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 وتمشي وذلك ويعي القومة المقاطعة للمقاطعة يتضيع السينية السينية ويعطيك ذلك حتى الهلا مزيان وتبعوا معي مزيان درب درب الى الان ما زال ما اقترد شي حاجة يا الله اتقتوا انكم سيتبيعوه او سيتشريوا ذلك التنوبيل هنا هذا السيد المالك دي السيارة دائما الورقة يبقى في الديه وياخدون ذلك اللي يشري حيث ذلك اللي يشري مازمع طواله مالك السيارة دائما ذلك الورقة يكونوا في الديه اللي هي الفيزي تكنيكة ميوتاسيون وهذه الورقة هذه اللي خرجنا ومشينا ليجاليزيناها فاذا نفعل ذلك اللي جاليزيزيو نورمال مو اشك نفعله هنا هي كنت تخلص انا معند السيد كان اختم عنده الفلوس كان حسب الفلوس ديالي الفلوس ديالي امور كلامي هادي كان قبض هذه الورقة اللي جاليزيت انا وكان رجع السيبر او لاندك السيد اللي عمر ليها او لانا الراسي وكان دخل السيد وكان كنفيرمي هذيك البيع وشريه هذيك الشريه الطوبي كنفيرميها كندخل بانا لقد تمت اعمالية البيع بنجاح يعني هذي الخلاصة ديالي كتسعود تخلوات المعلومات وكتفاليدي فاش كتفاليدي ذاك الدوسي في ذاك اللحظة ذاك الطنوبيل الملك ديالها اراه اللي اسمي السيد اللي شراء والسيد اللي اخر هتخلص حتى اللي هنا مزيان هذي السيد دفلوسو وبقاس عندي لها فيزيت تكنيك وبقاس عندي هذيك الورقة اللي لجاليزيت بها مزيان كان قبطة انا ذاك الوراق وكان امشي ياما لهاذيك كاش بلوس اللي تخلصوا ياما كان امشي لهاذيك المكتابة اللي اعمرت ليها والذيك السيبال اللي اعمر ليها كلهم عندهم البوصي بالتاولية الامكانية على انهم يخلصوا لك هذيك الطاكس اللي غتخلص لهاذيك البيئة وشتريه باش تكمل المراحل ديالك اشو كنخلصوا؟ كان خلصوا جديد الحويش اول حاجة نخلصها كان خلصوا خمسين درهم على كل خيل اكون خلصوا كل خيم هذيك التروه بسيطة نغير اوقت ناهية الدراهم ؟ ا knappت هذيك تتنتموا وهذيك التخلص يطهق هنا الجıldان عثي الم Korean والこれで جيدة بسيطة جيدة اذا Việt 昨天 Berg لدنيiere وراه سوف تزيد عليهم الضاربة للسيارة السنوية سوف تزيد إذا كنت تشارب الوكالة سوف تزيد وكالة إذا كنت تشارب مع الشركة سوف تزيد الإرسي والستاتوي سوف تخطط الوطائق كاملة ومشي البارد كاش هذا البارد كاش هذا ليس أي بارد كاش البارد كاش يتابع اللاد رسال الذي لديك في الكارت نصونار إذا كنت مثلا على سبيل المتال في مقاطعة وترتي بيع أو اشتري معك السيد المقاطعة فأنت لا تشارب البارد كاش ديال المقاطعة تمشي المقاطعة اللاد يتابع لك ما بارد كاش؟ سوف تدفع لهم هذا الدوصي كله سوف تدفع لهم هذا الدوصي سوف يعطيك واحد كارت غريز بروفيزوار واحد الورقة أكت فيها أن هذا السيد هذا هذا التنوبيل الذي تم التحويل الملكيه بحل الكارت غريز وفيها الساريخ الصلاحيه الشهرين سوف تدفع لهم هذا التليفون سوف تدفع لك كارت غريز ويجد كارت غريز أخوان هذه العملية من التعمار من الأحسن لهم في بلاسة واحدة من الأحسن سوف تدفع لك الدوصي من الأخر تمشي مثلا على مكتابة والمقاطعة هو الذي سوف يخرجك الورقة الأولى التي قمنا عليها وسوف تدفع لها المقاطعة والمقاطعة ومفرد لها ورد تلك الورقة لكي تحويل منها الدوصي وم تدفع لها لديه ، وخلص لديه الخيل وخلص لديه طاكر وإستعمار لدوصي ويجده ومفرد كارت اخوانا سوف نتخلص انتها تبيع الطنوبيل و سوف يتخلص اخوانا سوف نتخلص قانونيا قانونيا خاصه يقبط ورقة ومسائله حتى يدفعهم او يدفعهم البارد كاش ويتقبل الدوصي وفي السيد فى القانونيا لماذا سوف يجب ان ان يدفع بالدوصي تماما نطلع الحجز لم يدفع وجود ماذا يقبط وقصت ان يصبق في المساعدة لذلك ويقبط في المشاكل يستخدمون الاشياء لأننا نحن ندوز الأمر بالطريقة هذه هي رفعها الريسك ولكن كل شيء يخدم بالطريقة هذه لا أستطيع أن نقول لكم أن هذه الطريقة هي صحيحة الصح الطريقة هي أنه عندما يتفارق البايع والشاريع حتى تدفع الدوصية إما السيفيس ديمين إما البريد كاش ويأخذ السيد الرسول عن خسوم يتفارقه هذا قانونيا لماذا؟ لأن كل طرف من الطرفين يكون محميل أما البروصدر الذي نخدمه بها والجميع والأغلبية ذي الناس هي فيهم الله يسهل على كل واحد حافظكم والسلام عليكم